لكن أقصد لقاءتك كان بيقول إيه الأستاذ نجيب على الإخوان يعني لا هو كان ضد خلط الدين بالحكم في المطلق الدين حلاقة بربنا والحكم شأنه دنيوي يمارسه الإنسان الحاكم مع شعبه وفق قواعد يتفقوا عليها يعني كان ضد أن يتم خلط الدين بالحكم تماما هذه قضية وهذه قضية أخرى ولا علاقة بها على الإطلاق لا علاقة بين هذا وزاك ورويته اللي عملت مشكلة ضخمة في حياته واللي تمت محاولة اغتياله سببها لي أولاد حارتنا بتقول هذا الكلام بس القراءة المغرضة لها أظهرتها بصورة أخرى من كبر موضوع القراءة المغرضة المثقفين صحابه ولا كان طرفه؟ الجامعات إياها رغم اللي لم يكن لها وجودة على الإطلاق بس كنت موجودة تحت الإيه؟ تحت السطح وأهم واحد يعني ليس المثقفين صحابه؟ لا يا معت الإخوان هما اللي كبروا منه؟ طبعا طبعا ويدوها بعد آخر غير البعد الحي وأهم واحد نبهه لده؟ أي؟ كان الدكتور فارج فوضى اللي أرحمه اللي هم أثلوه بعد كده كان الدكتور فارج فوضى قال للأستاذ نجيب قال له إيه فانه؟ نبهه يعني إلى أن أي قراءة مغلوطة لنتاجه الأدبي يمكن أن تؤدي لنتائج ليست حسنة ده يعني قبل سنوات كتيرة من محاولة اغتياله اللي عملوها الإخوان وفشلت والحمد لله أنها فشلت يعني لنتاجه الأدبي بشكل عام؟ لا أولاد حارتنا والرمز أولاد حارتنا بشكل خاص نبهه الأستاذ فارج فوض لأنه فهمهم ولا تفتكر ليه؟ ما معنى الأستاذ فارج فوضى الله يرحمه؟ الدكتور فارج فوضى دكتور فارج فوضى هو اللي لأط البسئية كان مشغول بعقولهم وكيف تفكر وحتى كتبه توحي بهذا وجلساته توحي بهذا وأنا عرفته جيدا وهم عملو له مطاردة رهيبة من مصر الجديدة لمدينة نصر وتمكنوا منه واغتلوه بعد ذلك يعني أثناء خروجه من مكتبه نعم نعم